الفيديو ده هنتكلم عن تجربتي في ربح 65 دولار من موقع معين الموقع ده كنا شرحناه سوا في فيديو قبل كده وهعرفك الطريقة بالزبط اللي عملتها والكلام ده ما خدش مني اكتر من يومين او تلاتة بالكتير خالص فيلا بينا نشوف كل الشرح العملي بعد الانترو اللي جيد على طول اهلا بكم يا شباب اعنكم محمد البابلي من قناة الباش مدرس القناة المختصة فيه فيديوهات الربح من الانترنت والمشاريع الصغيرة وفرص العمل اتمنى تكونوا بخير وخلينا النهاردة نبدأ في فيديو جديد والفيديو ده بعنوان تجربتي في ربح اكتر من 65 دولار من الموقع اللي كنا شرحناه قبل كده وهنروح دلوقتي على الشرح العملي بالتفصيل وهعرفك الطريقة وطريقة الشغل والموضوع خد مني قد ايه بالزبط وعملت ايه بكل التفاصيل اتمنى تتابع الفيديو ده ثانية بثانية لحد النهاية عشان ما يفوتكش اي حاجة بس قبل منروح للشرح العملي خليني اشكر جدا القناتين اللي هزاروا قدامك دلوقتي على الشاشة اتمنى تروح تدعمهم هتلاقي لينكات بتاعتهم موجودة في صندوق الوصف ليه انا بدعم القناوات دي عشان سابونا كومنت تحميز ليه انا بدعم القناوات دي بالذات عشان القناوات دي سابت لنا كومنت تحفيزي على الفيديو اللي فات وعملوا لايك كمان على الفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس فلو انت عايز يبقى او تبقى قناتك من القناوات اللي هنعمل لها دعم ان شاء الله الفترة الجاية اتمنى تعمل زي ما هم عملوا بالزبط هتلاقي القناوات بتاعتهم تحت في صندوق الوصف ادخل ادعمهم وقولهم انك جاي من قناة الباش مدرس اهلا بكم شباب رجعنا مرة تانية للشرح العملي زي ما هم شافين كده قدامنا دي منصة المنصة اللي كناتكلمنا عنها في فيديو قبل كده وشرحتها وكنت قال بالمناسبة اللي فيها فرصة كبيرة جدا انك تكسب اكتر من تلتمائة وخمسين الف دولار كانت مسابقة عاملها الموقع ومازالت شغالة فتقدر تدخل تتأكد بنفسك واتيب لك برضو الروابط كلها في صندوق الوصف اي حاجة هشرحها دايما نتعود ان هتلاقي الروابط بتاعتك موجودة تحت الفيديو في صندوق الوصف على طول. طيب خلينا هنا نشوف كده هنشتغل او هنعمل ايه بالزبط قبل ما تجاري الفيديو وقبل ما تفكر ان الموضوع صعب وكده الموضوع اسهل مما تتخيل. المبدئين كده بس الناس اللي ما عنداش حسابات لازم تفتح اكاونت على الشركة علشان تبدأ تشتغل لان مش تقدر تطبق اي حاجة من احنا بنقولها طبيعيا يعني ومنطقيا انك لازم يبقى عندك حساب. فما بدين كده هنا انا عامل المنصة بالعربي عايز تعملها بالانجليش مفيش مشكلة هتدوس هنا على اللغات دي تقدر تختار اللغة اللي تأجيبك. انا هنا مستريح مع اللغة العربية فما فيش اي مشاكل هبدأ ان انا اعمل حساب جديد لو انت معندكش حساب جديد كنا شرحنا الطريقة قبل كده وببساطة هتدوس هنا على حساب او التسجيل هنا قصدي انك تعاني يبقى عندك حساب جديد اختار البلد بتاعتك سوى انت من مصر او من اي دولة خليجية او من المغرب او من الجزيرة او اي دولة بتتبعنا وابدأ هنا اكتب البريد الالكتروني بتاعك وكلمة السر ودوس هنا انك قرأت ووافقت على شروط بتاعة اتفقية العملاء وبعدك يدوس على التسجيل وممكن تسجل برضو بطريقة ابسط واسهل من خلال انك تدوس هنا على جوجل وتسجل بالجيميل بتاعك او تدوس هنا على فيسبوك وتسجل بحسابك بالفيسبوك بس بشرط تكون فاتح الحاجات دي على نفس المتصفح تقدر طبعا تعمل الكلام ده منين الموبايل من المصفح الموبايل او من الكمبيوتر انا هنا بشرح بس على الكمبيوتر علشان الجودة تبقى اعلى شوية والموضوع يبقى ايه كويس للناس اللي بتتفرج طب هرابدأ هنا عمد دخول انا على الحساب بتاعي على طول لان انا عندي حساب اصلا موجود في الشركة فهبدأ اعمل تسجيل دخول هبدأ اكتب الايميل اللي انا فتحت في الحساب واكتب كلمة سر هدخل هنا وادوس على تذكرني وادوس على تسجيل الدخول عشان يبدأ يفتح حسابي زي ما انت شايف هنا هو عندي اتنين وسبعين دولار وشوية موجودين عندي في الحساب دول انا كسبتهم من صفقة الصفقة دي الصفقة دي انا كنت دخلها براس مال فقط عشرة دولار براس مال عشرة دولار وصلت لاثنين وسبعين دولار ضعفت راس مالي اكتر من سبع مرات او سبع اضعف طيب ازاي بقى الطريقة تعال نشوف طريقة الشغل هتبقى عامل ازاي خليني بس هنا اقلب المنصة العربي مرة تانية عشان الموضوع يبقى سهل هنا زي ما انت شايف مكتوب متاح متاح لتنفيذ العمليات يعني رصيد موجود معايا رصيد اجمالي اقدر اعمل بي صفقات واقدر اشتغل بي هتقول لي طيب بص عمل حاجة انا دلوقتي مش فاهم حاجة في الصفقات ومش مش عارف اعمل ايه مش عارفها ازاي افتح صفقة اصلا وازاي اعمل اداع واسحبه كلام ده كله خلينا نبدأ واحدة واحدة واعرفك الاول ازاي اصلا هتعمل اداع علشان بعد كده هنبدأ ان احنا اعرفك ازاي تعمل صحب وازاي تفتح صفقات وازاي اصلا تكسب وازاي تعمل صفقات نجحة وتدخلها بشكل مصبوط طيب خلينا هنا ندخل بس اؤكدك ان ده حسابي الحقيقي يعني انا مش جاب لك الحساب التجريبي ولا فاتح حساب فيك في رصيد فيك ده حساب حقيقي يعني الرصيد اللي موجودة دي فلوس حقيقية وكمان هعمل اثبات صحب قدام حضرتك بالوقتي فهتشوف كل حاجة بعينك خلينا ندخل اول حاجة خالص كده نقبس من الله الرحمن الرحيم نبدأ نعرف طريقة الاداعة ازاي علشان لو عايز تشتغل في المنصة وتبدأ تعمل اداع وتحط فلوس اول حاجة طبعا عندنا هنا من وسائل الاداعة هي البطاقة المصرفية وهنا تقدر تحط اي رقم يعجبك وهنا انت تقدر تحط عشر دولار كحدة ادنى بس خلي بالك ان الطريقة اللي هتعمل بها اداع هي هي نفس الطريقة اللي هتعمل بها سحب فيفضل حضرتك ان انت تعمل اداع بطريقة سهلة زي والنتلر عشان تقدر تسحب عليهم تامي بحيث لو عملت اداع من طريقة البطاقة المصرفية زي مسلا فاز فودافون كاش وفاز مصر والكلام اللي عندنا ده كله ما بيقبلش آآ سحب يعني هو ممكن يعمل لك اداع والفلوس توصل هنا وتتخصم منك بس لما تيجي تسحب هتلاقي الموقع بيقولك انت اسحب على نفس الطريقة فهتيجي تسحب هتلاقي فلوسك تعلقت وما وصلت لكش لان طبعا عندنا في مصر افلاطة العربي عموما الفاز ما بتقبلش السحب بتقبل اداع فقط خلاص فانت هيفضل انك تعمل اداع بطريقة او بنتلر ودي اسهل الطرق وانت تقدر تعمل اداع برضو بعشر دولار عن طريق سكرال هتبدأ هنا تحط المبلغ اللي انت عاوزوا وليكن عشرة دولار مسلا وتبدأ هنا تدوس على متابعة هيقولك هنا تمام تأكيد مش عارف ايه تبدأ ان انت تأكد وتعمل اداع نتلر نفس الكلام تقدر تستخدم كل الكلام ده مفهوش اي مشكلة والدنيا سهلة معي خلاص ده بالنسبة للاداع طيب خلينا نشوف هنا السحب ولا قولك خلي السحب في الاخر خلينا نشوف التداول الاول واعرفك ازاي تشتغل وبعد كده اوريك السحب ووريك بقى طريقة السحب بعد طبعا ونعمل اثبات سحب بالمبلغ اللي معانا ده طيب خلينا ندخل هنا كده نشوف احنا الاول عايزين نعمل صفقة على ايه هنا عندك ادوات التداول ادوات الايه التداول عندك المفضلة العملات العملات المشفرة مش عارف ايه المعادن ايه الكلام ده كله انت لو افترضنا ان احنا هنشتغل على العملات المشفرة والعملات المشفرة دي هي اصده بيها العملات الرقمية والبيتكوين والكلام ده. فلو فتحت هنا على سبيل مثال البيتكوين هتبدأ تلاقي ان بيقول لحضرتك هنا ده المؤشر بتاع البيتكوين. طب هتقول لي انا مش فاهم حاجة ومش عارف اعمل ايه بالزبط. يعني انا دلوقتي اشتري ولا بيع ولا احط كام ولا اعمل ايه بالزبط. هتبدأ تدوس هنا على كلمة اخبار تحليلية. هتدوس هنا على كلمة اخبار تحليلية. هيبدأ يكتب لك شوية كلام ومش عارف ايه. انا ما يهمنيش اي حاجة من الكلام ده. انا يهمني حاجة مهمة جدا. ايه هي الحاجة دي? المؤشرات يهمني ايه? المؤشرات. يعني ايه? يعني معظم الناس في الوقت اللي انت فيه دلوقتي ده. اللي هو اللي احنا قاعدين فيه حاليا في وقت ما انت فتح المنصة. ايه التوجهات بتاعتها? يعني الناس بتقول ايه? هل الناس بتقول البيتكوين هيرخص? فاتبيع? ولا هل البيتكوين هيغلى فتشتريه? دي الخلاصة بتاعت الموضوع. طب هل اقدر فعلا حقق ارباح من حاجة زي دي? بالفعل. عندك هنا بيقول لك ان معنويات السوق في خمسة وتسعين في المية من العملة او من اللي شغالين في التداول بيقولوا ان البيتكوين هيرخص فبيع. البيتكوين هيرخص فبيع. اعمل صفقة بيع اللي هو بالاحمر دي شايفين قد ايه? طيب بيقول لك ان فيه في المقابل تقريبا اقل من اربعة في المية من العملة او من الناس اللي شغالة في التداول بتقول لحضرتك ان البيتكوين هيزيد فاشتريه. طبعا انت بالمنطق وبالعقل يقول ايه? تختار الستة وتسعين في المية اللي بيقولوا انه هيرخص فبيع. حتى انا كاتب لك بيع. والمؤشر هنا بيقول لك والتوصية العامة في العموم بيقول لك بيع. خلاص? فهتبدأ تدخل تاني على الرسم البياني. ده طبعا في البيتكوين. افتح اي حاجة هتلاقي فيها نفس التحليلات. سواء بيتكوين بقى سواء اثيريوم سواء عايز تشتغل في البترول في النفط في اي حاجة. خلاص? هندخل هنا على فتح صفقة. وبالفعل هنلاقي ان الناس دي ما بتجدبش هنلاقي ان فعلا بص البيتكوين كم بكم? هلاقي ان البيتكوين وصل من يومين تقريبا لتمنتاشر الف دولار. وحاليا البيتكوين نزل بيتكلم في السبعة سبعتاشر الف سبعمائة دولار. يعني نزل تلتمائة دولار في وقت بسيط جدا بعد ما كان صعد زي ما انت شايف بدأ من هنا يعمل حاجة اسمها تصحيح. وبدأ البيتكوين ينزل بالشكل ده. طيب انا اعمل ايه? انا اقول لحضرتك وارجح لك زي ما الناس كلها بتقول انك تبدأ تعمل صفقة بيع. طيب صفقة البيع دي معناها ايه? معناها ان البيتكوين سعره هيقل عن كده في الايام اللي جاي. طيب ده هل كلام منطقي? بالفعل كلام منطقي? لان البيتكوين كل ما بيزيد قوي كده بيبدأ ايام الحاجة اسمها تصحيح. يعني هو كان جاي من الخمستاشر الف دولار تقريبا او من الاربعتاشر الف دولار وصل للتمنتاشر. يعني ازا الثلاث تلاف دولار في كام يوم? هيبدأ ان هو ينزل تاني مسلا لنفس النقطة او ينزل للستاشر الف ويبدأ يطلع تاني لحد عشرين وهكذا. المؤشر ما بيبقاش سابت بيفضل يطلع وينزل. فحاليا احنا في مرحلة التصحيح يعني في مرحلة البيع. فهتبدأ تدخل صفقة. انا مسلا هبدأ ادخل صفقة زي ما انت شايف هنا كده انا ممكن ادخل صفقة دلوقتي واعمل بيع. وابدأ هنا احدد حاجة اسمها حجم الصفقة. يعني ايه الكلام ده? يعني بيقول لحضرتك هنا المنصة دي مش بتكتب فيها فلوس على طول. يعني ايه? المنصة هنا ماشية بحاجة اسمها الهوامش. يعني ايه? يعني مثلا انا حطيت هنا واحد من مية. قالك دول بيعملوا سبعتاشر دولار من الاموال. طب لو انا هنا حطيتها اتنين في المية. هتبدأ طبعا الرقم يزيد يبقى خمسة وتلاتين دولار وهكذا. تبدأ انت تزود او تقلل على حسب الصفقة اللي انت عاوز تدخلها. فانا على سبيل المسال بيقول لحضرتك اقل حاجة تقدر تدخل بها هي سبعتاشر دولار. تمام? فانا عندي رصيدي حاجة وسبعين دولار. هبدأ ادخل صفقة بسبعتاشر دولار ما فيش اي مشكلة. وابدأ اعمل صفقة بيع. بس انا مش هعمل صفقة بيع من النقطة اللي انا فيها دلوقتي. انا عايز مسلا اعمل صفقة البيع لما السعر يبقى هنا. اللي هو سعر كام? سبعتاشر الف تمنمية وخمسين. سبعتاشر الف تمنمية وخمسين. انا عايز النقطة دي مسلا. اما يوصل عندها البيتكوين. ابدأ ان انا اقول انه هيهبط تاني. طيب. يبقى انا لازم احدد سعر معين فهاجي هنا. لو انا عايز اعمل الصفقة دلوقتي هبدأ اعملها من هنا. تمام? طيب. لو دست على كلمة بسعر هبدأ هنا اقول له ان انا سعر الافتتاح. يعني امتى اه تبدأ الصفقة تشتغل? انا قلت لك عايز اعملها من هنا تقريبا. اللي هي سبعتاشر الف تمنمية وخمسين. فهبدأ اكتب هنا سبعتاشر الف تمنمية وخمسين دولار. ده سعر فتح الصفقة. وهبدأ هنا احدد المؤشر بتاعي هدفع كام? انا هقول له انا هدفع واحد من عشرة بما يعادل سبعتاشر دولار وشوية. وهبدأ هنا ان انا ادوس على بيع. هتبدأ الصفقة تتنفز معي. اللي تم فتح الصفقة بنجاح. دلوقتي الصفقة هتشتغل اول ما السعر يوصل هنا يبدأ الشموع دي تغبط في المكان اللي انا عامله. انا قلت ان من اول ما الشموع توصل للمكان ده هتبدأ تقل تاني. وابدأ انا بيع وابدأ احقق ارباح. تمام كده? ده بالنسبة ليه الصفقة? وازاي تفتح صفقة? وازاي تتوقع? وازاي تبقى شاطر? حتى من غير ما تلجأ لاي حد من نفس المنصة اللي انت موجود عليها. هتدوس على اخبار تحليلية هتبدأ تلاقي تحليلات محترمة جدا. في كمان حاجة بس دي ان شاء الله هنشرحها في الفيديو الجاي وهي النسخ وازاي تنسخ حد معين او ازاي تخلي حد محترف يتداول بفلوسك ويحقق لك ارباح وانت قاعد نام في سريرك حاطة رجل على رجل. فهنا كده احنا خلصنا اعتبر الفيديو تعالى نخش لاخر حاجة واعمل عملية سحب قدام عينك برضو علشان تتمن وتتأكد ان الموضوع آآ تمام خلاص المفروض ان انا هنا عندي اتنين وسبعين دولار هتقول لي ازاي مش انت لسه داخل صفقة بسبعتاشر او تمنتاشر دولار ازاي ما تخصموش اقول له حضرتك لان انا عملت الصفقة معلقة يعني هي تفتح وقت ما السعر اللي انا قلت عليه آآ يبدأ فعشان كده الصفقة ما تفتحتش دلوقتي الصفقة دي معلقة يعني انا ممكن اقفل الجهاز اساسا واروح انام لما السعر يوصل هنا هتبدأ الصفقة تشتغل او الصفقة اصدية تشتغل فانا هسيب لها آآ رقم معين يغطي الصفقة دي فالصفقة انا كنت دخلها بسبعتاشر دولار ونص هسيب عشرين دولار احتياطي وابدأ ان انا اسحب خمسين دولار مسلا هبدأ هنا ان انا اختار وسيلة من الوسائل الموجودة دي عشان انا نفذ عملية السحب زي مسلا ان انا اخترت هنا وسيلة هبدأ هنا يقول لي متاح للسحب اتنين وسبعين زي ما اتفقنا ان انا مش هسحب الاتنين وسبعين كلهم هبدأ ان انا اسحب خمسين دولار بس فهدوس هنا على اضافة علشان احط المحفظة بتاعتي على هبدأ اضيفها وارجع مع حضراتكم مرة تانية زي ما احنا شافين هنا كده بعد ما اضيفت المحفظة قال لي تمت اضافة المحفظة بنجاح كده انا حطيت حسابي في وظهر عندي هنا هبدأ هنا اكتب له المبلغ المطلوب بسحبه وهو انا زي ما قلت لحضرتك بالدولار هسحب خمسين هنا بيقول لي سوف تطلقي تسعة واربعين دولار فما فيش مشكلة انا ممكن اقول لي عما انا هرخم عليك واسحب واحد وخمسين علشان يبعت لي ايه? علشان يبعت لي خمسين دولار بشكل صحيح. وابدأ بعد كده ان انا ادوس هنا. زي ما احنا شافين هنا شباب بعد ما كتبت الرقم اللي انا عاوزه جيت هنا لقيت الزرار ده مش متفعل فاخدت بالي ان هنا كاتب لي طريقة الدفع هذه غير متاحة بالنسبة لك وكاتب لي نفس الكلام في كل وسائل الدفع فده ليه دخلت كلمة الدعم بعت لي وقال لي مطلوب استكمال الاسم كامل والعنوان ورفع الاوراق بتاعتك عشان توسق الحساب لما الحساب يتوسق تبدأ بعد كده ان انت تقدر تعمل عمليات سحب فخد بالك من النقطة دي وكويس انها حصلت في الفيديو وهي انك لازم تبقى موسق الحساب بتاعك عشان تقدر تسحب المنصة سمحت لي بالإداءة عادي بس مش هتسمح لك انك تسحب الا وانت موسق اه الحساب الاوراق المطلوبة هي صورة من البطاقة او بتاعتك او الباسبور اي حاجة او حتى رخصة الكويادة اي حاجة يكون مكتوب فيها اسمك وعنوانك وصورتك هبدأ ان انا اوسق الحساب بس الاسف الموضوع ده تلعب ياخد يومين او تلات ايام فمش هقدر ان انا اعرض لكم في الفيديو اثبات السحب لكن انا هسيب لك الاثبات او هبعت لك سكرين اول ما الفلوس دي توصلني على طول هسيب لك سكرين شوت هتلاقيه هنا في القناة بتاعنا على قسم المنتدى الناس اللي متابعاني هتلاقيه دايما بنزل هنا بوستات في قسم المنتدى وبنزل سور وحاجات وكده فانت لو مش ترك في القناة ونفعل الجرس تلقائيا هيوصلك البوست بتاعي كمان يومين او تلاتة بعد ان شاء الله ما فعل الحساب بتاعي او اوسقه وابدأ ان انا اعمل عملية السحب ده غيرك طبعا اني كمان هزهر لك برضو اثبات السحب بتاعي على نتلر في الفيديو القادم اللي هنتكلم فيه ان شاء الله عن عملية النسخ ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة اتمنى اكون اه فتك ولو بعلومة بسيطة شكرا لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس كده الشباب ده الفيديو بتاعنا النهاردة اتمنى يكون بجد الفيديو ده عجبكم اتمنى تكونوا استفدت ولو بحاجة بسيطة من الفيديو ده اتمنى فعلا لو انت حسيت انك استفدت او كده اعمل لايك على الفيديو ده سيب لنا كومنت ادخل لدعم القنوات وما تنساش برضو ان قناتك تبقى من القنوات اللي ممكن تدخل في مصابقة الاشتراكات معانا فابدأ ان انت اعمل الشروط واعمل لايك للفيديو وشيره وكده وزبط الدنيا واعمل اشتراك وفعل الجرس واسيب لي كومنت عشان بختار القنوات من الكومنتات اللي على الفيديو شكرا لكم ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة